السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة العيدية الطبخ والحلوية. اليوم ان شاء الله هنوجدو املو. اه املو غنخلطو باللوز اللي هو بلدي كيكون فيه الحار كيجي رائع. هنشوفو ان شاء الله كيفاش غنوجدو. كان اخدو اللوز كانغسلوه. ما كان خليوش يفزد بزيف كان في الشبكة كانغسلوه. كانديرو انديرو فات الورق هادا. وندخلو الفرن. هنا يلا درنا ميتين جرام ديال اللوز عادي. كانديرو ميت جرام ديال اللوز بلدي اللي فيه الحار. كيجي الماداق ديالو رائع اه اه املو. هندخلو دبا الفران. اليك الفران ديال قز كاننقصوه بالزيف على الحب ديالو. حلو نديرو الكيك. اه هنا دخلت ودرت الفران على مية وخمسة وعشرين درجة. انتم ما كتشوفوه هنا بقي. هلا دخلته. من بعد ما كيبدأ كييتحمر. كيبدأ يدعى في الحجم ديالو. هنا تحمر مزيان. صافي غادي نخرجوه في كيف تشوفوه هنا يا. اه هنا كنقلوه اللوز كنلقوه مكرمل مزيان او محمر مزيان ما يكونش مني كان بغونا نقطعوه لقاوها لهوية. يعني من بعد كيخسر لينا املو. ما كيبقاش مزيان. وما كتبقاش فيو حد المادا قزوين. هنا انا نتحن في هاد الالة. يلا عندكم الالة عادية. دي المثالات العاصر. ممكن انكم تتحنوه هنا يا. عداش من بعد تديرو فيها الزيت وتتحنو فيها. لان هاد الماكن هادو مني كان نتحنوه فيهم بساف ديال اللوز كيف كان عارفوه كيسخنو. يعني ولو يمكن لكم تتحنوه شوية بشوية. انا هنا عندي تقريبا خمسمائة جرام. ديال اللوز اللي غن نصوه. هنا كان انا بنسبة لهادي غنقا نتحن فيها شوية بشوية وكنحطوه. ومن بعد كان نرجع كان عاود ندير له الزيت. من الاحسن هاد طريقة هادي اه ما كان نجيوش نتحنوه مع الزيت اه مرة واحدة لان ما كيتتحنش لينا مزيان وكذلك ياخد لنا الوقت بزيان. من الاحسن ديروها الطريقة هادي. انتم ما كتشوفوه هنا يا. اه بحلها اه مهرمش ما بتحنش مزيان. صفيه هنا يا طحنتو. غدا نديرو فهاد الاناء هادا. كيف كتشوفوه? ماشي طحون بزيف. ما شوية اه تقريبا. انها كتبقى على حسب الماكينة اللي عندكم. الى كانت عندكم ماكينة تقدر تستحمل. انه تحنو في اكثر من هاكا ممكن. سفي انا هنستمر هاكا نكمل من بعد ما نكمل. هنشوفو كيفاش هنطحنوه مع الزيت. هنه كملت اه طحن دي اللوس. هنه كملت اللوس اللي عندي. الطحن. غدا نه نوضعوه كامل في هاد الاناء. هنه كتشوفو معايا اللوس كيفاش دير. تقريبا شوية ارقيق. ولكن هنكملو انا بهاد الالة اللي عندي انا كيف قلت لكم. يبقى لكم تحنوه في العسارة. دي العسار. اه كسبق ليا انا كتشوفو نطحنوه في العسارة دي العسارة. قول ما انا اخد هاد هاد الطحانة هادي. كتشوفو ندير هادي كطارقة. غير هو كيبقى فيها شوية من بعد ما كنحيدوه منها. ضروري ما كنقلبوه في واحد طبصيل. لانك يتبقى شادة كمية كثيرة. هدا هو الايجابي في هاد الالة هادي. او في الطحانة هادي. ولا يمكن لكم انكم ترجعو في هاد الكأس هادا. وكتبقى تديرو اللوز في شيو شيو. اضيفو لها الزيت وتطحنوه. غير هو ما كتكونش ما يقدرش يتحليكم كمية كثيرة بحال كيفا انا بويت نطحن هاكا خمسمائة كرام. نكلي ويتحليكم قلل من هادي كمية. هنا عندي زيت ارقان. عندي كدلك العسل. العسل ما غنستعمش العسل بزاف كيفا تشوفو معايا. عمدا من الاول غندير زيت ارقان. عمدا نطحن. اه ما تديروش العسل في الاول اللي انا من لادرتول العسل في الاول بزو كتطحنو. ما كيطلعش مزيان. اه كيقصاح او كيدير بحال شكل ديال اه كيتتعلق وكيجي صعيف في الطحن. وما كيطلعش مزيان. دائما زيت. هو الاول اللي كنتحنو بي. انا غنستعمر هاكا حتى غنطحنو كامل. وينساجم اليام زيان. هنا صافي انا غنكتافي بالزيت دير تقريبا جوش كؤوس ديال العنبة. انا لزيت على حسب اللي موجود. يمكن لكم ديرو تجوش كؤوس ونصف. معا سكيلو ديال لوز. لان كيف كتشوفوه هنا او خاكي باليكم خفيف. ربما بعد انا غنضيفو لي العسل كيتقال. انا صافي كملت هذا ولا الحجم يعني ولا مطحن مزيان. انا كملت يعني تطحليه مزيان. انا غنشوفو كيفاش منيكا نضيفو لي العسل كيفاش كيتقال. باش بعد واحد الموضة كتحطيك يتعزيز الزيت بوحده ويبقى اللوز. والزيت الاول اللي كنا طحنا معه كيبقى بوحده. يعني من الاحسن انه دائما اللوز يتطحن في الاول معا. مع اللوز باش كيبقى منساجم. ماش يبقى العسل. غتشوفو دبعا غنضير معلقة واحدة دي اللي العسل مع هاد اثلاثة المعالقة اللي درز. وادو تشوفو كيفاش اعملوا ادنا كيفاش كيتقال. باش شوفو كيفاش بدك يتقال. محدي انا كنحرك في هو كينساجم ويتقال. لهذا قلت لكم في الاول ان نحاولو نشوفو الحجم اللي بغينا او الكتافة اللي بغينا دي اللي اعملوا. انتم ما شفتوه هنا يا مبني بقيت كنحرك فيها. نشوفو اللي خليس منه في الاول كيفاش خفيف. كنشوفو الكتافة اللي بغينا كيف قلت لكم. كنقل نضيفو اه زيت في الاول فاش كنكونو كنطحنوه. هنا غنضيف هاد الخليط اللي ضفتلي العسل. باش شوفنا. غنضيف العسل اللي بقى عندي هنا العسل كيبقى اختياري. النوع يدي العسل والحلاوة اللي كيبغي كل واحد. العسل مش مشكلة يمكن لكم من بعد ما كتخلطوه كديرو في اينا. مني كتبغيو اه شي واحد اللي كيبغي الحلاوة كتر كده في العسل. يلا يمكن لكم تخلطوه بالمعلقة هاكتك ينساجم مزيان اه من الاحسن. هنا ما غنطحنوش انا بزاف. غن اه تقريبا غير غنحرك به مزيان باش كتنساجم ديان. لان انا انا عديد الالة طحنت بيها. غنحاول نطحن بيها. عفوا غير غنحرك بيها لعسل لعسل مزيان مع الخالط. شفتو? ما تحاولوش تنحنو بزاف. ما كيبقاش مزيان كي يقصح. هنا من بعد ما كملنا املو دياننا. كنحتافظو بي في واحد القرعة اللي تكون مزيانة. وكنحطوه في واحد المكان. كنكون ستعملوه. يعني كيبقى كيصبر لنا مدة طويلة. وبصراحة كيجي لديد. هاد املو هادا. مني كنديرو فيه اللوز بلدي. كيكونوا بعد اللوزات في اللوز البلدين. كيكونوا مرين. هم اللي كيعدو ذاك المعداق رائع. كنتمنا ان شاء الله يعجبكم. كنتمنا ان شاء الله يعجبكم املو اللي وجدنا اليومة. كيجي رائع وكيجي كذلك لديد. كينفعنا بزاف. بنسبل الوليدات. حتى بنسبل الضيوف مني كيجي هنا. يعني كنحتافظو بي كيبقى مدة طويلة. كنتمنا ان شاء الله اللي عجبتكم الوصفة دياليوم. تجربوها. وتنضموا القناة. باش دائما توصلوا بالجديد.